الشفاعة أنها حق لله وتقدم معنا في القواعد الأربع أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين شفاعة مثبتة وشفاعة منفية الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر أما الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه ذكرنا تصح بشروط أربعة الشفاعة المثبتة تثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه وتطلب من الله لا من غيره بشروط ثلاثة الإذن بالشفاعة والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له الشروط الثلاثة جمعت في قوله تعالى أو كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى هذه الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى نفسه تنقسم إلى قسمين خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد عامة للنبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام للملائكة عليهم السلام للموحدين لكل موحد حتى الأفراط الأطفال يشفعون الشفاعة الخاصة هي الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلاق الشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب الشفاعة في فتح أبواب الجنة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم العامة الشفاعة في رفع الدرجات اللهم اغفر لأبي سلمه وارفع درجته في المهدين كما نصل على الجنائز الآن ندعو لهم الثاني الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها الثالث الشفاعة في من استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخلها شرع الله الشفاعة إكراما للشافع ونفعل المشفوع له بالله هل يأذن الله سبحانه وتعالى لهذه الأصنام والأوثان أن تشفع لا والله نعم